السلام عليكم خوتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومازلنا مع القضية تاع اتصالات الجزائر وعلى بالي كامل شتوا الفيديو تعبيو اللي يحطوا البارح وتكلم فيه على واحد الموقع حقا يسميه Org Exchange. الموقع هذا خوتي دار فيه واحد الالتماس كذا كتب فيه المطالب بتاعنا اللي ران نطالبه فيهم اتجاه اتصالات الجزائر. بحنا يا كشعب نروحوا نصوتوا على هذا الالتماس وبالتالي نحقق المطالب بتاعنا يعني في حال ما حققناش المطالب بتاعنا الموقع هذا راح يتاخذ اجراءات ويقدم الالتماس هذا السلطات المعنية اللي هنا في الجزائر بها يطالبونا بحقوقنا. والفيديو هذا خوتي تاع بيوي جابت قريبا واحد الى مية وخمسين الف مشاهدة يعني عدد كبير. ميك يدخلت الموقع هذا وشت الالتماس لقيت باللي غير ثلاثين الف واحد صوتوا على هذا الالتماس يعني من مية وخمسين الف شخص ثلاثين الف شخص برك راحوا يصوتوا على هذا الالتماس. ومن الاسبابة خوتي دي خلات الناس ما تدخلش الموقع هذا وتروح تصوت على هذا الالتماس هو انه بيوي ما دارش تعريف للموقع هذا يعني ما قلهمش الموقع هذا وشن هو الخدمة او والله وشن هو الهدف من الخدمتاو. وكين بزاف اعتقدوا بلي بيوي راه يدير الاعلان للموقع هذا وراح استغل الحملة هذي تلي راه هنا اتصال الجزائر بان يدير اعلان لهات الموقع. انا نقولكم ما خوتي هذ المعلومات الكامل يراهم في رأس كما راه خاطئة والموقع هذا خوتي راه هو غير ربحي مئة بالمئة. يعني حتى وتروح تدخل للموقع هذا ما راح تلقى حتى اعلان يعني موقع صافي وخالي من الاعلانات. نجي ونبحث عنها خوتي في الانترنت راح تلقوا عليه بزاف معلومات كما اللي هنا خوتي نقرأ عليكم هذه المعلومات. هذا خوتي هو موقع غير ربحي تديره شركة امريكية تحمل نفس الاسم. ويعمل الموقع على تسهيل التماسات من قبل الجمهور العام من خلال انشاء عرائض الالكترونية والدعوة للتوقع عليها بهدف تغيير شيء ما. يعني كما في الحالة تعنا هذه خوتي رانا نطالبه في تحسين انترنت في الجزائر. يعني راح ندرنا التمس في الموقع حالا بان راح نصوت عليه. وبالتالي راح نخلقوا رأي عام. وبالتالي خوتي راح نقدر نحقوا المطالب تعنا. وثاني خوتي الموقع هذا راه قديم بزاف تقريبا تأسيس تعوره في الفين وسبعة. والمقر الرئيسي تعه في سان فرانسيسكو تقريبا فيه ثلثميات موظف. تخيلوا شوفوا خوتي ثلثميات موظف في موقع غير ربحي. بها تعرف الهنا خوتي بالي الموقع هذا الهدف تاهم هو انه يحل القضايا العامة ولا المشاكل العامة. ومن بين القضايا اللي يدعمها كما العادة للحقوق الانسان التعليم الحماية البيئة حقوق الحيوان الصحة. يعني تقدر رضي طلب الالتماس على اي حاجة. طريقا خوتي نخلي لكم رابط الالتماس هذا في الوصف والله في اول فيديو. ومن اهم الاسباب ثانية خوتي اللي خلت الناس ميدخلوش يشاركوه ولا يصوتو في هذا الالتماس. وانه بيوي معطاهم ش طريقة ليقوموا بتصويت بها. يعني كاين بزاف مستخدام يندخلوا الموقع هذا. بس ما عارفوش كيفاش يصوتو بالتالي عود اخر. وقبل اخوتي مناعتكم طريقة تصويت في هذا الالتماس اولا نروح نقرأو المطالب ليقام بكتابتها بيوي. اول طالب بخوتي هو تحسين الاسعار مع توفير خدمة الابلود في كل العرض. نرمى مهذا ما يحتاج حتى شارع. ثانيا اخوتي تعميم خدمة الالياف البصرية في كافة الولايات هذي ثاني طالب مليح. كما مثلا هنا اخوتي الولايات على سطيف رح تتلقل في بروبتيك غير في الولايات يعني ثم بيناتهم. بس حباقي الولايات اخوتي اللي تابعين للسطيف ما يقدمون لهم ش هذة الخدمة. وكتروح اخوتي تشكيوا الدوموندي يقولوا ما روحوا وخدمونه يقولوا لك باللي راك بعيد وهذاك سميه على جارك تنشقى وعليك ثم في الخسائر وهذاك هم بعد ما انا شرح نستفادوا منك. انا مقول لها ما اخوتي من الخرطون انتما مدى ما راكم تقدموا في خدمة. انا نجي نطلب الخدمة تاكم انتما عليكم تلبيوا لي الطالب بتاعي. ما كش قادر عليها اخويا اخرج كايني منافسين بازاي يقدروا يلبيونا المطالبة بتاعنا. وخير منكم في مئة نختلق. الطالب الرابع هو تغيير عقود الاتصالات الجزائم من عقود سنوية الى شهرية. مثلا اخوتي راك تمشي بالدوميقة وتحب طلحها الكاثميقة. والشهر الجاي مثلا ان في حتلك تعاود تهبطها الدوميقة. في هاد الحالة مكشرة راح تقدر تغيرها حتى يفوتها عام قد قد. هنا اخوتي نطالبو با يديروها النا شهرية يعني مثلا الشهر هذا سلك الدوميقة. شهر الجاي نحب نطلحها الكاثميقة ولا نحب نعاود نهبطها الدوميقة. يعني راح نسلك الاحساب جيب يعني كل شهر والانسان كيفا ساعات يكون عنده ساعات يكون معندوش. والطلب الخامسة خوتي هو العروض غير مربوطة بشبكة الهاتف لانه خوتي هنا في تزاير لازم دوموندي الفيكس با يعطيك الانترنت يعني الفيكس هذاك حتى ومكش تستعمل فيه خلاص ما تهدر به مواله راح تسلك عليه كل شهر خمسين يعني هذا الظلم كبير. خوتي اخوتي حنا نطالبو با يديرونا عروض انترنت بلا الهاتف هذاك خلاص يعني الهاتف ذاكي نحتاج وراني نجي نوموندي وحدي. ما نحتاجوش اخوتي يعطيني الانترنت وحده. والطلب الاخير اخوتي هو التعويض بشكل كلي لأيام سيانة وعند انقطع الانترنت لأي سبب كان مثلا الامتحانات الرسمية. كي معنى بلكم اخوتي ديما في الباك وهذاك ديما يقطعنا الانترنت سمانة ولا 15 يوم. احنا نحتاج واخوتي تعويضات يعني تقطع لي سمانة زيد سمانة تقطع ليومين زيد ليومين تقطع ليساعة زيد ليساعة ملخها. مهمة اخوتي 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 احنا اصحاب المودام كاتجي هذا. المودام هذا خوتي نسلكه في 105000 كل شهر. يعطيونا في 20 جيجا. ومبعده يتخنصنا العشرين جيجا ذاك يولي يمشي لنا 512 يعني 512 كيلو بايت ضعيفة بزاف. في احسن حالات يوصلنا 800 ميدي باسي هاش. المطلب خوتي هو انهم يرفعون نتشد فوق تعلم ودعم هذا الاميغا. والمطلب خوتي هم انهم يدخلوننا شركة منافسة. يدخلونا تنفسة خوتي مثلا هذيك تقدمنا عرض. هذه تقدمنا عرض. ونختاروا العرض ليوال منها. بالنسبة للتصويتة خوتي راه وساهل ماهل تغير دخلو الالتماس هذا. ليجا في الصفحة اللولة. وبعده راح يخرجو لكم الهنا ثلاث خانات. الخانة اللولة خوتي تكتبو فيها الاسم. انا نكاتب الهنا عبد الرأوف. الخانة الثانية راح تكتفيها اللقب تاعك اللي هنا نكاتب زروق. الخانة الثالثة راح تكتفيها اليميل تاعك يعني اي ايميل كان. المهم يكون ايميل صحيح وخلاص. تكليب الهنا اليميل تاعك. وبعد تكليك على الحمراء هذه. تضغط عليها كما هكذا. راح يجاكل الصفحة هذي يا خوتي. الصفحة هذي هنا وش راح يقول لك. صفحة هذي هنا خوتي دخلو ندير لها ترجمة مبلغ عربية. ما احبوش يطرج مهنن. المهمة خوتي. راح يقول لها خوتي بلي تقدر تسلك مبلغ قدره مثلا خمسة وعشرين نلف. الله مع البالي شحرهم ديري للمبلغ هذا اللي هنا. يهزون هذا الالتماس ويحطوه في الصحف العالمية. لها خوتي الخيار هذا ما هوش يعني اجباري يعني تقدر تختار تسلك. تقدر تختار ما تسلك. من الاخر. لها خوتي اللي هنا تم تختاروا هذه الدوزيام اللي هنا. تقولوا بليس ما ما نقدرس نسلك ورح نبارتاجها. يعني تبارتاجها في اي بلازة. سواء فيسبوك تويتر انستغرام. المهم خلطوها خوتي بارتاجيوها في كل البلازة. ما نقول لك بارتاجي للفيديو وروح بارتاجين الالتماس. هذا مكان. مهم تضغط على هذه اللي هنا خوتي. كما راكم تشوفهم هناك. قد ديلك عالمة صح لحنا. بلا راكم في هذه الخطوة. لأن خوتي تختاروا وين راح تبارتاجيو. سواء فيسبوك اللي هنا جيميل. ولا مع البالي شنال. ولا تويتر. ولا ميسنجر. مهم تقدر تختار اي عفسة. مهم تروح لتبارتاجيو اللي هنا في اي عفسة. وسلام عليكم. هذه هي الطريقة تاع التصويت. ولنا اخوتي كما راكم شوفوا لنا هذو اللي راح مصوتين ديجا من قبل. لازم تروح لتنضموا لهم. حاليا اخوتي تقريبا نرانا 41 الف صوت نحتاج واخوتي اصواتكم. مهم اخوتي حاليا نرانا 41 الف صوت. أنا على الاقل على الاقل نضيف 10 الف. مهم اخوتي هنا كين ندخل نشوف نلقاها بلي ولات 50 الف. الله سهل. مهما نعطي لكم طريقة تصويت نعطي لكم كل شي اعطيتكم معلومات على هذا الموقع وشنه هو الخدمة تاعه. اسماء خوتي ما راكم راح تتوسوسون من الموقع هذا مولو. ادخلوا لها خوتي يعطيونا الصوت تاعكم بالك ولا علا وعسى. حسنوا الانترنت في الجزاء. ثاني خوتي ما تنسوش تبارتاجيونا الفيديو هذا لا بغيت يزعمه. يعني بارتاجيونا في كل بلاسة. باه يزيدوا الاصوات اكثر فاكثر مهم وصلنا نهاية الفيديو. ثاني ما تنسوش تدعمونا بضغط على زر الاعجاب. واذا كنت غير المشترك في القناة. ما تنسوش تشترك في القناة. وتفاعل جالس بيوصلك كل جديد. وفي الأخير نقول لكم تهل الله في رواحكم. بقوا في دياركم. انت سلام. اشتركوا في القناة.